بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أحببتكم كامل بخير وكامل مهنيين اليوم سنقوم بطائر تركية للقوتة درالي و للقهوة العصر نبدأ على بركة الله هنا في الغيسيبيون زيت عليهم كما راكوا تشوفوا هنا مغرف نص مغرف للشاي خميرة الخدس نضيف ملح و نضيف ملح ملحة الملحة نقسم العجينة على 4 نضيف ملحة 3 و نضيف ملحة و نضيف ملحة 4 كاس زيت 4 مغرفة نضيف ملحة من الملحة حبيبة و نضيف ملحة بمسكس الماء يكون ملحة نفيا و لا تستخدم لأنها أفook فلاً والماثije لا يoysدي فلاً نضيف ملحة و نقام لامية حبيبة 1 لا نعجنوش بهدك المرأة كيمشتوني في البداية لا نعجنوش هكذاك ندخلو بركاك و تشوفو نحاولو أن ندخلو العجينة غير هكذا بك في بعضها تيدخلو كامل هدوك المكونات مع بعض و نعاود نرجحها الغسي بيونتاحها و نخليها ترتاح لمدة عشر دقايق هنا حبيباتين نفتح قوس أسفع الفيديو تاع البارح تمحام طرف اليوتيوب و كانت فيه شوية أخطأ تانيك كان هدك الفيديو غالط عاودت تفاصل و عاودت تدريت لكم الفيديو الصحيح هده هو هنا بعد مرور عشر دقايق بعد ما خليتها رتاحة هكو تشوفو العجينة تاعنا و شعليه ما تكونش ليس بزر نحطوها فوق البلانت خاضي بعد ما نرفشو فيه شوية تاع النشا نحطو كمية يعني معتبرة تاع النشا و بعد نحل هدك لابات تاعي غير بننشا هدك منزيج نقلب لابات تاعي و راني نحل فيها حتى نحلها هكذاية في الطعول تاحة و نبدأول هنا نديرولها هده هو المقطع اللي ما درتو شانايا في الفيديو تاع البارح هنايا نحكمها و ندير الفياتاج تاحة نديرها ندبلة تغبر كاكو تشوفو فيه واسمها نطوي العجينة تاعي على زوج كيمارا كو تشوفو هكذا نجيها هدك نجيبها لهنا و نجيها هدك لهنا و بعد نعاود نطويها على بعدها نطلقها هكذا شوية نزيدنا شوية تاع المنشا و نطويها على الزوج هدا هو توراك تاحة تم تم يعني ما تشتش الوقت كامل و باش تعطينا الطوع باش نطلقوها دوك اللي هنايا نغطيها نخليها مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة نغطيها بنينا و نعاود نرجع اللي هنا دوك نشكل الفطائر تاعي ستقوني فطائر يجي وروعة خاصة للقوتي هدو مايباتوش تقدو تديروهم للقوتي و للقهوة العاصر مايقهوة صباح هكذايا هناكي تكونوا تخدموا لصبتوا الفياتاج تاعكم ناقص بزاف عاجينة يعني جاتكم شوية ناقصة ديروها غير بيدكم هكذا كسلوها و من بعد بدو تطلقوه في العجينة تاعكم حتى توصلوا الصمك تاع 2 ميلي متر ما ديروهاش ألقيق بزافة حد جيكم يابسة و لا درتوها خشينة بزافة حد جيكم لح ما فوق لازم و تبهلكم كشغل مايش طايبة لداخل و من بعد نبدأ هنا نقسم في العجينة تاعي سواء نديروها كامل ديترانش و لا تقسموها كي منعي انا هنا علش قسمتها قسمتها بش قسمتها على 4 و بعد زيتها و تقسمتها كل بختي عاو تقسمتها على الزوج علش بش الفطائر تاعي يجيوني شوية صغر و مايدورهم شوية كبار انا ماعجبونيش كبار هكذاك بزاف هكذا جوني يعني ما شاء الله و بعد نحسب لازم نديرو هنايا 2 سنتيمتر في الحبة تاعنا هكذا عيي اعلمت برك 2 سنتيمتر لكل حبيبة وكملت قطعت كامل العجينة تاعي والصورة راي توضح لكم كل حاجة صدقوني خرجوا ما شاء الله واعتدل المرة التانية على الفيديو تاع البارة حاوت فاسي توقف لكم على جل حدفته والتحدف ما من طرف اليوتيوب علش بس كن نسبة المشاهدة قليلة على هديك مندك يدخلونا بهذاك كي تكون نسبة المشاهدة قليلة يحدفو لك اما من المشتركات التوعك ولا من الفيديو دياولك كي يمزف لي تفاصلوا كي يمزف الأخوات اللي قالوا لي ما صبناش بزف لي فيديو اني نرجع فيهم بالعقل بالعقل وهيليك دو كيفاش تشكلوه هنايا للمبتدئات كي تكونوا تشكلوه هكذا تحطو زوج فوق بعضهم في الواسط وراني حطا دوك هدك واسمو هدك عدشي وقتاعي انتو مقبل ما تحطو عجينة وحدة حطو انتخي تعل ما تم بعدك في الواسط ونبعد حطو العجينة التانية ونبعد حكمو هدك عدشي وقتاعكم وزيدو رقو العجينة لازم ترقوها ملح ملح تل تحتها انا ما حطيتش المال لهنايا بس كي يعني نرقها تخي تخي بيان حتى تتولي لي كيشغو الماسة وتشد روحها بيان ونطيبهم اما بالنسبة للمتدئات لا خفوا يتحلو لهم ويتنحاوا يتحلو في المقلاق وتلكم ديرو انتخي في الواسط وبعدها تزيدو عبزو ملح ملح بهذا كعود الشيواء هكذا بش ما يتحلو لكمش نسخن احنا الزيت تستيتو حطيت حبيبها في الواسط نقصت الغاز يكون تحت المتوسط ولمتوسط حطيتو على المعرقى ويادية وحطيتو تحت المتوسط وبديتنطيب فيهم هكذا ما يشربو لكمش الزيت ويخرجوا روحة روحة ارموا هدوك الفطائر بتاعكم حتى يطلعوا هكذا فوق الزيت باش تبدو ترميوا هكذا يكونوا تحت غير يعودوا يطلعوا هكذا فوق الزيت بس كوهدي ما كانت واضحة ارموا عليهم دوكا عاونوهم بالمغرف باش ينتفخوا هكذا كما راكوا تشوفوا فيهم في المقلة ويخرجوا لكم من أرواع ما يكون وشوفوا كيفش الخميرة نجح هدوكا خير من الأول كدرت لها كدرت لها نشادت لهذا كتوق خرجوا أرواع كتر من الأولانين خرجوا ما شاء الله راكوا تشوفوا فيهم الهنا طيبهم الهنا هنا الحميرة كما تحبوا تعافوني نحب نحمل حاجة تاعي تجبنينا ما شاء الله والتعسل تانيك عندكم لشوا تحبوا تحطوا العسل في الكسر هنا تدفيوه بالصح يكون بارد ولا وسموا هادو الفطائر يكونوا باردين والعسل تاعكم دافي دفوه وتطلقوا في الكسر هنا وتتجبدوه ولا تحكموا العسل بارد جي راكتموه ديرو كيمدر تانية غير هكذا يملفو قدردرو وتحطوا عليه تانيك وسمو وش تحبوا لهنا يا سواء الجلجلان ولا وسمو الكوكا ولا اي حاجة عندكم والنتيجة راكتم تشوفوا فيها بعينكم الولانية كيفاش خرجت انا وريتها لكم هادي قدرتها شوية خشينة كيفاش خرجت معجنة تخرج يعني معمر الداخل ماشي معجنة تخرج معمر الداخل وهادي الخانية شوفوا كيفاش تخرج مقرمشة اولا في البداية هكذا تكون شوية مقرمشة وبعدها يرطابوا شوية هاد الفطائر يخرجوا كي شغل متسمن وبعد يخرجوا الهنا كنت شوفوا فيهم الهناية لين ديروهم ربعة اثنين ملمات شوفوا كيفاش يخرجوا يخرجوا بماشاء الله هادوك اللي ديروهم مرقاق وخشان ما حينش يخرجوا اعطكم نفس النتجة لها كنت شوفوا فيها كان هدا هو الولا فيديو نهار اليوم شاء الله حبيبتي يعجبكم بقالي غين قولكم كيل عدد دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة